مرحبا أصدقائي أهلا وسهلا بكم من جديد وهاليوم وصفتنا حلاوة المن والسلوى ببيضة واحدة أول من السماء مثل ما تشوفون بالخلاط أنا حاطة بياض بيضة واحدة فقط واضح أمامكم وهنا راح أشغل الخلاط حتى تنطيني الشاوم أو الرغوة مالة بياض البيض وفي القدرة أصدقائي حاطة كوب من السكر ورح أضيف عليه ربع كوب من الماء رح أخلطه بشكل جيد حتى يذوب رح أضيف عليه الكون سيغوب أو شراب الكلكوز هذا موجود بمحلات الحلويات أو ممكن تشتروا من الانترنت هنا رح أضيف أيضا ربع كوب من العسل مثل ما دا أقولك من كل شي ربع كوب كوب سكر ربع كوب ماء ربع كوب كونسيروب وربع كوب أو شراب الكلكوز وربع كوب عسل أيضا أنزلة كلها ورح أخلط المواد ورح أضيف أيضا ربع كوب من الدبس التمر أو الدبس نحن نسمي بالعراق وأخلط هاي المواد بشكل جيد طبعا الدبس جدا مهم ينطيني لحلاوة من السماء لونها المعتاد علي الحلاوة من السماء بالعراق مو بياضها كلش قوي وإنما هي شوية تنطيع على اللون البيج مثل ما دا شوفون أنا حطيت كل المقادير بالقدر وشغلت النار وبدأ المواد تفور عندي وتغلي أنا أريد توصل هاي المواد أو هذا الشراب إلى درجة حرارة 200 تقريبا وخمسين مئوية أنا هنا راح أنتظره 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 إلى أن يوصل إلى مثل ما دا شوفون 200 مئوية راح أنتظره طبعا هو يحتاج تقريبا مدة 10 دقائق على النار ما يحتاج وقت طويل حتى وصل لهاي درجة الحرارة أنتظره أنتظره 10 دقائق على النار بعدين راح أبدي شوفوا بياض البيض تكون عندي راح أبدي تقريبا بياض البيض والشراب راح يحتاجون نفس الوقت حتى يتكونون راح أبدي أضيف الشراب اللي تكون عندي بالتدريج شوية شوية إلى بياض البيض شوفوا شرق سني تكاثف بياض البيض ويزيد حجمه ويعلى بعد أكثر وينطيني القوام اللي هو قوام أو شكل حلاوة من السماء بهذا الشكل أنا فرغت كل الكمية لكن بالتدريج شوية شوية فرغتها وراح بالملعقة البلاستيكية أنزل الحواف اللي صايرة بالحواف شوفوا هو راح يكون جدا 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 حار أصدقائي أنتبهوا ما تستعملون طاسة بلاستيك أو طاسة قابلة للكسر زجاجية ما تتحمل لازم تكون عندكم طاسة ستيل حتى تتحمل درجة الحرارة العالية وراح يكون جدا حار راح أتركه يخلط 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 إلى أن يبرد الخليط بحيث أمسك حفة الطاسة يكون الخليط أقدر أتحمل حرارته يكون يعني بدفعة الإيد هسا هنا عندي هاي راح أبدل الخلاط لأن هذا الخلاط لأن الخليط راح يصير جدا قاسي وهذا الخلاط بعد ما يفيد أخلط به راح أبدل الخلاط أحط الخلاط الثاني مالة العجن مثل ما تشوفون أصدقائي طبعا انتبهوا بس على هاي النقطة أنه راح يكون حار راح أظل يخلط يخلط إلى أن يبرد الخليط نستمر بالخلط إلى أن يبرد هنا راح أضيف هسا الطعم اللي هو الهيل تقريبا حطيت أنا ملعقة ونص من الهيل وهنا ضفت كوب من الفستق الأخضر طبعا هي حلاتها من السماء بالفستق الأخضر أو الفستق الحلبي راح أخلطها خلطة بسيطة بالخلاط مجرد تنخلط هاي المواد ما راح أشيلها طبعا حتى أنزل هاي المواد اللي انعلقت بالخلاط لازم أبلل إيدي بالمي شوية أنقع إيدي بالمي وأسحب المواد حتى لا تلتصق بإيدي وحتى لا تصير صعبة أيضا على الخلاط شوفوا أصدقائي أبلل إيدي تنزل بسهولة من الخلاط وبهذا الشكل راح أحضر الخطوة الجاية صحا أو صينية أو أي شي تحطون به راح أحط الأرضية مالة كلها أفرشها بالنشا راح أحتاج كمية كبيرة من النشا بهذا الشكل راح أفرغ الخليط المن السماء اللي تكون عندي أو عجينة المن السماء اللي تكونت عندي بهذا الشكل طبعا هي كلش صعب تشيلوها لازقالي أبلطاثة أيضا أبلل الإيد وبهذا الطريقة ننزلها بالصحن المفروش بالنشا ونبلل إيدنا ونحاول نكبسها بهذا الشكل إلى أن نكمل كل كمية عجينة المن السماء نشيلها من الطاسة بالكامل بهذا الشكل طبعا هي هاي الوصفة قريبة لحلاوة المن السماء ما نقدر نقول مية بالمية احنا نعرف أن المن السماء هي بس يعني تنوجد بالعراق وبس تنوجد بجبال كردستان العراق بمدينة السليمانية هي ثمرة سبحان الله يعني شجرة مثمرة على جبال اسليمانية في كردستان العراق وهاي الثمرة هي اللي بس تنبت بهاي المكان يعني ما موجودة بأي دولة وبأي أرض أخرى تنبت ومنها هاي الثمرة يصنع حلاوة المن والسلوى بهذا الشكل غطيتها أصدقائي ودخلتها للثلاجة لمدة ساعتين بعد ما طلعتها من الثلاجة هنا قطعتها رح تكون شوية قاسية يعني رح تستعملون قطاعة سكينة أنا ما قدرت أقطعها بالسكين لكن بالقطاعة هاي مثل ما دا شوفون اللي أقطع بيها الكنافة قطعتها وبعدين رح أرجع أكورها أو أجمعها على شكل كرات ورح أحطها بصحن التقديم طبعا أنا تكاسلت بصراح ما قدرت كلها أسويها على شكل كرات فتركت قسم على شكل مربعات يعني أيضا شكلها جميل ما بيشي ووزعتها بصحن التقديم بالموديلين من تحت حطيت القطع المربعة بشكل كامل ورشيت تحتها شوية من النشا والقطع المدورة أو مثل الكرات حطيتها بالصحن الثاني الأعلى بهذا الشكل حلاوة المنو السلوى طبعا مليانة بالسكر ما أنصح بيها أكيد مرضى السكر أو الناس المتبعة الدايت تفيد الناس يعني يأكلوها الناس الطبيعيين العاديين اللي ما يعانون من أي أمراض أخرى وطبعا حتى إذا أكلها مريض السكر خلي يأكلها يأكل ربع قطعة من هذه أو نص قطعة مجرد أنه يكسر نفسه يا أصدقائي إحنا طبعا بالإراق حلاوة المن السماء كلش غالية يعني يوصل سعرها إلى 40 ألف دينار عراقي 35 ألف 40 ألف فلذلك هي غالية على الناس البسطة لذلك هاي الطريقة كلش سهلة وبسيطة ما عدا أنه شراب الكلوكوز ممكن تدورون عليه بمحلات صناعة الحلوى وتشتروا من عندهم أو تشتروا عن طريق الأنترنت أنا اشتريتها من الأماتزون أكيد يعني إحنا بالمانيا ما نقدر نجيبها من أي مكان طبعا هسا هنا بعد ما كملت تكوير حبات المن السماء أو حلاوة المن السماء هنا بديت أزينها بالقليل من الفستق الأخضر المطحون مع حبات الفستق الأخضر وبهذا الشكل حتى ينطيها فد لمسة ولون جميل يختلف عن يعني عن البياض شوي يكسر البياض الموجود بالحلاوة بهذا الشكل أصدقائي انتهينا اليوم من عمل حلاوتنا حلاوة المن السماء أو المن والسلوى أتمنى أن تكون نالت إعجابكم ورضاكم وأتمنى أن تطبقوها وتستفادو من الطريقة وتسووها بالبيت لأولادكم وعوائلكم طبعا أعيد وأكرر وأقول أهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد أتمنى تفعيل الجرس أصدقائي حتى يصلكم كل ما هو جديد وطبعا المشتركين القدامة هم في قلبي أكيد وأنا أشكرهم جزيل الشكر على تعليقاتهم الرائعة الجميلة يعني أغمرتوني بحبكم أصدقائي وأكيد أقول لكم لا تنسون أيضا مشاركة الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر أو أي طريقة أنتم متوفرة عدتكم بأجهزتكم وبهذا الشكل أقول لكم مع السلامة شكرا